قبل أن أبدأ هذا الفيديو أريدك كيف تدخل و تلقى الخانة الوص لأن الكثير من الناس لا يعرفون من كانت هذه الخانة الوص إذا كنت تفرج الفيديو و تنزل إلى تحت هنا كما ترى معي تلقى هذه المشكلة وهذه المشكلة و تلقى الروابط بالزرق ستلقى على الروابط و تلقى أن تكون هناك أخرى بطريقة فهي نفس الطريقة فهنا في جنب العنوان يكون شخص ساهم بحلقة و تلقى عليه و تلقى عليه و تلقى الروابط و بالنسبة للروابط ستصبر عليه قليلا و يتجد من العشرين ثاني ستخرج لك الأبوات و هذا ما كان لا تنسى أن تتابع في القناة إذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو كما تشاهد هذا أعصاب واركية هذه السيسائية يمشون الأطراف العلية و هذا الواركية يمشون الأطراف السوفلة بالنسبة الوصير يوجد دو هميسفير يوجد نصف الكورة المخية يمنى و يسرى يوجد ماتير غريز التي تشكله كورتكس سريبغ القشرة المخية و يوجد ماتير بلانج مادة بيضاء مركزية أما بالنسبة هنا بالنسبة للموال الماتير غريز يكون مدد الرمادية في الوسط و يكون موحيطة به و يكون مادة بيضاء هذا العكس بالنسبة للباحثة جميع الباحثة سواء حيثية أو لحرهية يوجد مستوى الماتير غريز على مستوى الماتير غريز الذي كان في الوسير الذي تشكله كما اسمنا القشرة المخية مزيان إذن الماتير غريز في المادة الرمادية سواء في النخة الشوكية أو في المخ يوجد فيها ديكور سيلولار أجسام خلوية بينما المادة البيضاء يوجد فيها دي فيبر نيرفوز أليف عصبية و اللي كيسمى الزاكسونة و اللي جمعنا أمجوج دوك لانسامل ديالهم كيش كلمة يسمى بالخالية العصبية سيلول نيرفوز ولا لنورونة العصبونة إذن على ذكر العصبون شغل العصبون هو خلية عصبية اللي كتشكل الوحدة البنيوية والوظيفية للنسيج العصبي يعني هما اللي كين نقلوا السيالات العصبية إذن إلا تلبهم من يندروا هذا الرسم هذا هو الرسم يعني مبسط ديال الخلية عصبية و هذا السيام ما يعني ما يعني ما يعني المصار ديال السيالة العصبية إذن عندي ثلاثة الأنواع ديال هاد النورون اللي غدر ركز عليهم في هذا الدرس هذا كان لنورون السيارة العصبون فيه جوج ديال الأقطاب واحد القطب راه لسق في الجلد ولا في المستقبل الحيسي واحد الطرف آخر راه لسق مع هاد العصبون اللي غدرين نشوفوهم في في الانعكاس ذو ماذا نحرق لكم مراحل ذو هاد اللي كورسيلوليغ ديال اللي نورون سنسوريال كيكون في القنجليون سبيانال في العقدة الشوكية اللي كان في النوخة الشوكية هاد نذكركم بهذا الشيء من بعد غير ما تتلفوه غير ما تتبع معي عندي ثلاثة الانواع اللي نورون كان عصبون حسي كان عصبون رابط كان تسمى انتر نورون كان عصبون حركي كان عصبون حركي موتو نورون و ديما هاد السهم وشاك يعني يعني اتجاه ديال السيارة العصبية صافية ديما كتمشي من اللي كورسيلوليغ للجسم الخلاوي في تجاه التشجر النهائي ترمينيزون اكسونال ولا بحال بحال اذا بالنسبة للحساسية الشعورية تعريف ديرها اوام كتوب هنا تقدروا تقرعوه والعناصر المتدخلة فيها كين ربعا دير العناصر كين الاستيميليوس ولا الاكسيطان المهيج هاد هم المهيجات اللي كانين ساضيبو عنا الحساب الحاسة اللي كان نتكلم عليها كين الوغي سيبتوه المستقبل حيسي هاد هم المستقبلات الحيسية اللي كانين كما العداء الحساب الحاسة اللي كانتكلم عليها الوغي سيبتوه المستقبل الحيسي لانيسانس دولانفلي نغذو تشكل ديت السويلة العصابية اللي هو دك الرسالة الكهربائية اللي تكلم عليها مورها شكولك يجي كوندكتور سنسوريال موصل الحيسي شكون هم الموصلات الحيسية ضغف جميع الحواس فيهم الاعصاب بينما في اللوتوشي في الحاسة دي اللمس عندي جوج دي الموصلات عندي الاعصاب ولموين ايبينياغ عقلو عليها مزيان لذلك ما يدير الموصلات يواصلو الشيطة اللين انفهم العصبية حيثية مركزية كما الحضة مهمة قلنا أن الرسائل التي تأتي من جهة سرادية الجسم تتمشي نصف الكرة المخية المعاكسة والعكس صحيح ندوز الحساسية الحركة الإرادية الحركة الإرادية تعريفها أولا تقدر تقرأها تحفظها كما رأس فيها ثلاثة عناصر التي تدخل مركز عصبي حركي اللي هو الباحة الحركية التي تكون أمام شق رولندا وشي يبقى فيها نشوء ديل واحدة سويلة عصبية فهذه الحالة تكون حركية بطبيعة الحال كي نقولها الأعصاب كما بلنا كي وصلوا السويلة العصبية بواسطة الياف عصبية وفي كي يدوها كي يدوها واحد العضو مستجيب حركي اللي هما العضلات والعضلات مستجيب حركية كي ينجزو الحركة ذلك السويلة العصبية في هذه الحالة تسمى سويلة عصبية حركية نابدة ذلك عقل معي مزيئة نابدة العكس ديال المركزية إذن كما الحوضة مهمة هنا اللي ناغاشي ديال يعني العصاب السيسائية ولمواليبينية النخ عشوكي هي موصلات مختلطة يعني كتوصل السويلة الحسية والسويلة الحركية في نفس الوقت طبيعي الحال بواسطة الألياف اللي فيهم اللي في بغني غفاز تعريف ديال الحركة اللائرة اللي كيتسمى الريفليكس الانعكاسات ذوك هاو التعريف تخدروا تقرعوح كمثال عندي الريفليكس غوتيليا الانعكاس الضغيسي شكونا من العناصر اللي كيتدخلو فيه كان المهيج الاكسيطان كان لابو تنبع معي فالخطاطة اللي كيتلعب ديال غسيبته والسنسوريال مستقبل حسي شكو اللي كي نقول هادئكسيوài الحسية كي نقولها موصي الحسي اللي هو عصبون حسي ذوك اللي عصبون', كي ما أقول لكم كبينا عنده واحد النص دياله في هاد جيهة في الجلد والنص دياله راجان في المعاة الرمادي ديال النقعة الشوكي والجسم الخلوي دياله كن في هادالعقدة الشوكية جونغليوسبينا دونك , الموصي الحسي اللي كان في النقعة الشوكي هو الزيد الرخلفي الغاسين دوسول اللي كتسمى الغاسين پوستيريو دوك يدي هالسويلة الحيسية كي يديها للنخاشوكي اللي في واحد للنوران داسوسياصون او للانترنوران عصبون رابط كي يحول سويلة الحيسية الى سويلة حركية وبالتالي هدا كيلعب هاد للنخاشوكي كيلعب دور دي المركز الإعكاس وبالنسبة للسويلة الحركية كترجم مع الجدل الامامي الغاسين فوندخال عن طريق واحد العصبون حركي هذا هو الجسم الخلوي هذا هو الأقصن وهي الترمينازون تشجر نيعي هذا تسمى موتون نوران هذا النوران في الانترنوران في العصب السيسي كما قلنا نقول الانترنوران موصل حيسي وموصل حركي كيف ترجع هذه السويلة الحركية العضلة تشجر الموضم المشكل تلعب دور مستجيب حركي هذا المصار الذي سلقيته السويلة العصبية أثناء الانعكاس يسمى قوس الانعكاس هذا هو التعريف وهذه السويلة العصبية التي تدوز من واحد العصبون إلى واحد العصبون هذا المكان الذي يلتاقل فيه يسمى هذا هو التعريف السينابس اذا كنهاية الفيديو سوف نعرف كيف يمكن الوقاية للجهاز العصبي هنا الأشياء التي يجب أن نجاوزهم أو نجنبهم والأشياء التي يجب أن نحافظ على الجهاز العصبي يجب أن تدوز المستجيب يجب أن يستخدم الوضع تدوز المستجيب الكافيين في القهوة تم تدوز المسادر ذات الضوضاء والأصوات المرصة تم تدوز المستجيب والقلق المستجيب نتعرو من فيلاد الرياضة بالمستجيب مثل الرياضة بصيفة عامة ميديتاسيون يعني التأمل باش ترخيل اعصاب ديالك بيان دوغمي وبين بيان دوغمي النوم الجيد اذا اول حاجة دي نتكلم عليها هو الجوج ديال النوصيون الجوج ديال المفاهيم الميشكل اي لزارتيكولاسيون العضالات هو المفاصل لانهم هم اللي يهموني في انجاز الحركة دوك الميشكل تسامبلو ستان نورغان واحد العضو فورمي دو بلزير سيليول كي تكون مجموعة من الخلايا ونتخوف بار اكزامبل دي ميشكل كاردياك العضلات ديال القلب كي تكون دي ميشكل اوتو كنتراكتيل يعني داتية تستقلص كتدخل الدم في الجسم عندنا اللي ميشكل ليس العضلات الملسا كالقام جنرال ما في البروة ديال السيستام ديالنا كوساسواري سبيراتوار ولا ديجيستيف في الجدار ديالهم وعدنا اللي ميشكل سكوليتيك العضلات الهيكالية اللي كتغطي الهيكل العدمي اذا هاد العضلات الهيكالية عندنا دو تيب عندنا دي ميشكل سكوليتيك لان عضلات هيكالية طويلة كي سون كاركتريزي بار دي تندن لأوتار باش كتكون لسخة بهم فلوس في العدم وعدنا دي ميشكل بلا بلا اللي ما فيهمش لطندن ما فيهمش لأوتار كيكونوا عادتان في البطن وفي الصدر وفي الدهر اما هاد اللي كيكونوا لان كيكونوا في الممبر سبيرير الممبر انفيرر في الاطراف العليا والاطراف السوفل دوك هادوما اللي كيهموني في انجاز الحرك عندنا لسهارتكيلات شو تتعليف ديها ستا اليو دو جنكشن انتخل لازم هو مكان دي التقاء ما باللعدام سلون اللي موفموديا لهم دين قسموهم لسهارتكيلات كيسون فيكس ما كيتحركوش هما لسهارتكيلات اللي كيكونوا في الكخان في الجمجمع دوك هادوما لسهارتكيلات سومي موبيل النصف متحركة كيكونوا باركزمبل في القولان في العمود الفقري وادنا دوك هادوما موبيل كي نو برمي دو رياليزي دي موفمو دون تولي ديركسيون كيكونوا باركزمبل في الزيبول في الكتاف الأكتاف صديم إذن شفنا جوج دي موفمو في الدرس موفموديا لفلكسيون تاني اللي كان طويو لفنبغة الدراع وعدنا الموفمو دي الإكستانسيون اللي كان بسطو هادك الدراع هادك والذك الطرف العلوي كي تسمى لفلكسيون شكي يوقع بيسيبس تولي ايات الرأس كتكون كونتراكتي و تخيسيبس تولي ايات الرأس كتكون غولاشي بينما في الإكستانسيون بيسيبس كتولي غولاشي يعني كتترخى ولي كتتمدد التريسيبس كتتتقلص وشكي نستنتج ان في هاد اليدو موفمو كل عضلة كتبت العكس دي الأخرى وكنسميهم دي ميسكل انتاغونيست عضلات متعارضة ولا متعاكسة وفوما هذي كمالحوضة مهمة بالنسبة اللي ميسكل اللي يخلينا انطويو اللي دينا ولا انطويو اللي ميسكل فلشيسور تقول اللي يمكنني من تاني طرف العلوي بينما اللي يخلينا ينبسط الطرف العلوي كان سميه اللي ميسكل اكستنسر هذا الموفمو يسمى فاصلية بار كتسهل عن طريق جوج الحويج وحد المادة تسمى كارتيلاج كروش اللي يكون ما بالعضم مش ميتحكوش العضم وكان واحد لكيد سينوفيال واحد الزولال المفصلي واحد المادة اللي كتسهل عملية تنزلاق العيضان طبيع هنا اشفنا الخاصية العضل الهيكالية 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 المفصلي كان 3 الهيكسيطابلية تهيج او الهيتياجية وهي الكابسيطة للتعبير على استيميلاسي القدر على الإجابة الهيهاجة كان الهيكالية القلوسية وهي القدر على التقلص بعد الهيهاجة بحيث هذا كل المسكل كي يكون دور كي يكون صلب ويكون موال لان المرونة وهي قدرة العضلة على استرجاع طول الاصلي بعد ازالة الكتلة المسببة في تمددها لكن هذه المرونة كمشفنا كملحوظة مهمة كتبقى محدودة لان لما اددناها بزا فهذه تقطع المكونات ديالها على ذكر المكونات ديالها شفنا العضلة الهيكالية واللي شفنا فيها واحد مفهم اساسي اللي هو الفيبر مسكولار الليف العضلية واللي يشكل الوحدة البنية والوظيفية للعضلة العضلة كما تشاهدون هنا انسابل دو فصول مجموعة من الحوزم ديال الفيبر مسكولار الفيبر مسكولار الليف العضلية يسون انتوري كما تشاهد بوحد تسي conjonctif نسيج ضم يعني ضم مجموعة من الحوزم هذا تسي هذا فيه كالقى دي كابيلار صنغ شعرة دموية وكالقى دي ناغ أعصاب اللي كتوصل لانفلين يرضو موتر إذن شاو هذا الفيبر مسكولار تسي ستين سلول مسكولار دو قدي تحيضوا هاد الأمن القشرة نغالفها ستين سلول مسكولار لونج يعني طويلة بلوري نوكلي متعددة النوات دو تكتبوهم مكونة العضلة ومكونة الليف الليف هو اللي يبني العضلة واللي هو اللي يمكن العضلة متقلص أعقل عليها بزين دو نبدأ نورو مسكولار رسيبات فين كي تلاقى واحد الموتو نورون واحد العصبون حراكي مع الفيبر مسكولار مع الألياف العضلية تخيبيع ألو نتكلم على جوجة المفاهيم أساسية عندي صافحة المحركة وهي فين كي تلاقى هالتشجور النهائي مع واحد الليف واحد مع إنسول فيبر مسكولار كنسميها بلاك موتخيس وهو واحد النوع دي السينابس لكن السينابس كيكون ما بين النورون وسليل مسكولار ولا ما بين النورون وفيبر مسكولار عندي مفهم تاني كتسمى الوني موتخيس الوحدة المحركة وهي يتلاقى هالتشجور النهائي مع مجموعة من الألياف العضلية ها هو التعريف المكتوب هنا ها هو شوها دي موتخيس هو واحد النوع دي السينابس كما شفنا في الدرس دي الجهاز العصبي وهالت السينابس هدا هو اللي كيمكن من أن السلولة العصبية الحركية أن تدوز من الموتو نورون إلى الفيبر مسكولى أترافر دي نورو ترانس ميتر واحد النواق العصبية أهمها واحد المادة كما نشوف في الصور هنا هدا الاسيتي الكلين ستتكسى في المستقبلات في الفيبر مسكولى و ستسبب ل التقلص العضل إذن هذا العضل لتقلص مجموعة من الحاجيات خصى النتريمون نطمو الأغليكوز plus O2 كتدين ميكانيكيا و في المقابل ستطرح CO2 كما نشفنا في الدرس التنفس وهذا العضل لتقلص ستسبب وصول الوصول العصبية وحراهية و سننظر كيف نحن نحن بين الجهاز العضلي لدينا تقطع الطندون الأوطار التمزق العضلي نتيجة المجهود المفرط التي تدر العضلة كوباتير هو الألم يصيب العضلات نتيجة الإجهاد العضلي التشنج العضلي نتيجة نقص الأملاح المدينية ضباج المنشيطات التي تأثر على تنظم لدينا الانستغرام الذي يريد أن يتوصل معي لم يكتش لكم الهضراء ونبدأ باللباج الأول هل ترون كيف تنقرها هنا لدي تطلب تعريف الميكروب أو الميكرو أو الميكرو كائنة ميجارية نتلقاها في جميع الأوساط إلا الأوساط معقامة هذا تعريف بسيط يمكن تحفظه إلا تعريف الميكروب أو الميكرو أو الميكرو بحل بالنسبة للميكروب قسمناهم الكاتر الميكروب لدينا بكتيري البكتيريات هنا الحيوانات الأولية الحيوانات الميكرو الفيطريات الميجارية وهنا الفيطريات أو الحومات هذه البكتيريات إلا أريد أن نعطي بعض التعريف بسيط عليهم بسيط خلايا لا يوجد نواة حقيقية لديهم عدة أشكال لدينا الباصيل العصيات الكوك المكورات أو الكوكسي ستريبتوكوك يعني البكتيريات على شكل سلسلة عقدية لدينا التريبونيب على شكل الأوليبيات بالنسبة للبروتوزوير هي عبارة خلايا يعني هي حيوانات وحيدة الخلية qui vit دون الزو ستاغننت 40% راكيدة ولكن هذه فاة ce sont سلسلة مع نواة حقيقية كالقال البراميسي الأميب والأميب وكالقال هذا البروتوزوير لذلك هذا البروتوزوير هو نوع للبروتوزوير qui يهل باتوجين ممرين qui يسبب المالاريا qui يسمى بالوديزم لدينا لدينا الشامبين ميكورسكوب ce ستاغننت 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 على شكل فيلام ألياف فيها واحد الأكياس بوغية التي تتحرر الأبواغ وعندنا فيها مجمع من الأنواع هذه الشامبين الموازيسيوغ العثن الفواكه والخضر الوفيوغ الخميرة وعندنا الفتر الكنيسيليوم منسبة الفيروس ستاغننت أسلولي يعني هي كائنات حياء غير خالوية يعني هي أيضا ستاغننت وعندهم لطاة صغيرة أيضا ستاغننت جميع الفيروسات ستكون ممريضة والذي نعم أيضا مستطفلة بالضرورة يعني عندما تستطفل ستعيش هذه الفيروسات هذه لذلك هذا الذي كان في هذه الموازي ستنضع الملتوبليكاسيون هذه الأنواع التي دخلنا ذلك كيف تكتر هاد الأنواع اللي شونا بربعة نتحدث للملتوبليكاسيون لا أول حاجة ستعرفها وأنه باش تكاتر هاد الكائنات الحية خصها مجموعة من الظروف بين الظروف اللي خصها الكائنات الحية باش تكاتر هاد الميكروبات هذه خصها لتمبيغات واحد درجة الحرارة معينة خصها لميدي الرطوبة خصها لانتريسيون مواد القيت الآن بالنسبة للبكتيري كالكو سوى البكتيري يسو ملتوبلي ديفيزيون سيليولار تتكاتر عن طريق الانقسام الخلوي كل بكتيريا تعتنا جوج خلال تقريبا واحد 20 منوت 20 خير بالنسبة البروتوزوار كامل من دوك الانواع اللي شفنا دوك ثلاث اللي شفنا ايضا حتى هما تتكاتر عن طريق الديفيزيون سيليولار كل البروتوزوار يعطينا دو بروتوزوار عن طريق الانقسام الخلوي مزيئ بالنسبة الخميرة كتتكاتر عن طريق اللي هو التبرعم بالنسبة الموازي السيور اللي هو العفن كيتكاتر عن طريق دوك الابواغ اللي كينقرهم الريح وكيخلي ان هاد العفن يتكاتر على حساب اغذية اخرى بالنسبة حتى هو كيتكاتر عن طريق مزيئ بالنسبة كما شفنا سوان دي سوان دي اللي كينة داخل اللي بروس دوك ان پس لادانجوريزي دوك شفنا الحد سوان دي دكير شفنا لتيب شفنا بعد لتفنية شفنا لتيب دي اللي ميكروب كيفاشكاتتكاتر هاد الميكروبات هذي الانادين تأخلو لادانجوريزيتي دي لاد الميكروب يعليش هاد الميكروب يسون باتوجين ولا اوفونسيف دونك هنا دي ركز على الخاصيات الممرضة دي الميكروبات هاد الميكروبات هذي كتميز بربع دي الخاصيات كتجل انها تكون ممرضة كتسبب الامراض اول خاصية لاملتيبليكاسيون غبيد تاكاتور سريح تاني خاصية يلا سكريسيون دو توكسين افراز سوم سوم ميك بريزانس دو كابسول وجود العليبة قدرة على التطور دو هذي الفيروسات هنا كنت تكلم عن الفيروسات عندهم هالقدرة على انهم يتغير دو يغير القدرة دي دي الحدة دي 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 دو بنسبة هاد الخاصيات الممرضة ما كنلقاهم كاملين في نفس النوع بحال مثلا الباكتيري ممكن لقى واحد الباكتيري الخطورة ديلها هي غير خطورة ديلها هي ممكن لقى واحد الباكتيري اللي فيها ثلاثة دي الخاصيات صحي دو مشي هالخاصيات بربعة كين في نوع واحد مزيان هاد الفيروس او هاد الميكروب هاد مشي كاملين سو مات مات ميكروب كين ستعملوها يعني كنت نفعلها و لا نفعل دي ميكروب بنيفيك ولا انافونسيف فاش كنخدمهم وبيان في المجال الزراعي باش نحسنهم المرضى الزراعية في دي ميكروب يعني صناعة الادوية بحال اللي كان جبدو من الفترة دي ال وبالنسبة كان واحد نوع دي الميكروب اللي كان ستعملهم في دومين اليمان في الصناعات الغذائية بحال الصناعة دي الخميرة الصناعة دي اليوغورت كان كلكو باصيل واحد العصيات كتسمى الباصيل لاكتيك كان خدمهم في المجال ديال الصناعات الغذائية هذا الشيء اللي كان بالنسبة لهذه الحلقة تلاقاوا فرصة أخرى بحول الله هذا الشيء ممكن زيادوا في بعض التعديلات أنا حاولت نلخص لكم ونعطيكم أهم النقاط المهمة التي جاءت في الدرس هذا لا يعني أنني سنسمح بذلك الشيء اللي كان في الدرس وإنما هذه واحد دعامة فقط التي ستعتمد عليها لكي تتعاون في المراجعة هذه الخططة دهنية في الدرس المناعة هذه الخططة يمثي بها تبا معي مزيدة نريد كيف أشغل هذه الخططة الآن بالنسبة للمناعة المينوتي قسمناها في الدرس منعة طبيعية المناعة المكتسبة هذه المناعة الطبيعية فيها ثلاثة الخطط الدفاع ترى هذه الخططة في نفس الوقت واحد المراجعة للدرس ومراجعة أيضا للانتهاء الجهوي طبعا لدينا البغياغ الحواجز يجب أن نعرف البغياغ فيزيك شيميك وإيكولوجيك تكون نعرف الأنواع لهم من أشكية تشكلوا البغياغ هذا فيزيك شيميك وإيكولوجيك قلنا أنه الجسم إذا تختارق مثلا أتخافي واحد لابلي أو لابليسيو واحد الجرح الجسم يدعون يدخلون إن غيراكسيون إنفلاماتوية وهذا واحد إستجابة التهابية هذه الإستجابة التهابية تجيلا في بعض الأعراض يجب أن نعرف الأعراض والأسباب لهم لدينا البغياغ الحواجز لأن الوقت درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة المهلة في هذه المنطقة الجرح لدينا الدولة والآلم وعندنا الغنفلمون يجب أن نعرف السبب لكل أعراض من هذه الأعراض صحيح؟ إذن لماذا الجسم يدعون هذه الأعراض؟ بل أن نعرف بشعية على الفاغوسيت الفاغوسيت وهو من البلعاميات هنا نتكلم عن البولينيكليار مفاصصة النواة التي تقوم بالعمل بالعمل الفاغوسيتوز في 4 أطابة يجب أن نعرف الترتيب لدينا التقعي ذلك نعرف الآخر لدينا اللي ليس تطبيق الإبتلاع الغضم والذي تطبيق تطبيق الحوطان وروجة ديبري هذه المناعة الطبيعية تتميز بمجموعة من الخصائص أولا تكون إني فطرية تتخلق معنا غير نوعية غير فعالة بعد المرات تفشل الفاغوسيتوز إميديات تتم بطريقة سريعة بفوما هذه الجزء الثاني المناعة المكتسبة فيها جوجة الطرقان إموغال خلطية سيلولير خلوية فلذب نحن نخدم إموغال فلذب نحن نخدم سيلولار إموغال يتخدم في حالة الانتيجين انترسيلولار في حالة التي ستكون لديها ميكروب يبقى بين الخلايا ومع بعض باكتيري كما سكرت الطوكسين بأكزامل الانتيجين انترسيلولار سيكون فيه إموغال إذا اضعوا في التمرين تكلم عن الزانتكور أو الطوكسين أو السيروم سيكون فيه إموغال لذلك يدخل في هذا الوائي المغال للمفوسيت B يتحول ديما بلازموسيت هذا البلازموسيت يفرزه الزنتيكور في مدادة الأجسام الذي يكون نوعية ضد الانتيجين يفرزه الزنتيكور يفرزه في السيرام لذلك الهدف للإفراز الزنتيكور هو أن نتخلزه لكي يقصيب الانتيجين يشكله الكمبليكس إما وفي الأخير ويجب أن تجد الماكروفاج البلعامية الكبيرة لكي تبتلع المركب في الأن يعمل ما الذي يدخل في السيرام السيرام يدخل في المفوسيت مثل T8 يتحول تسي قاتل أو سيطوكسيك يفرز السيرام يتحول الخليل المعفانة يدخل السيرام يدخل الهدم الخليل المعفانة في الحالات الميكروبيا يدخل داخل الخلية نرى مجموعة من الحالات مثل باكتيري بيكا الحالات الحالات ثلاثة يدخل السيرام هذه المناعة المكتسبة بمسلكها الخلطة والخلاوي تكون أكيز مكتسبة يكتسب الجسم حتى يدخل المرض ويقاومه تكون نوعية حب الآنتجين يوجده هو فتر والأنفوصيت لأنفوصيت يحتاج لفترة التحسس ويوجد يوجد نصف لأنفوصيت أو لأنفوصيت يتخزنه على شكل لتعطي على الأنتجين في الاتصال الموالي بطريقة سريعة outhe kinثم Diar智 referent إم blossoms الجهاز المناعي باتفع الجهاز النطäre الأخوان المنشج في هذا الأخوان المنشج كم اللاع exactamente إنتاج مصنع activة العهوان المنشر في الدرسرة المنشج تخزين الخلايا المناعية هذه الزوغانسانتو كانت المويل الأوسيز و كانت التيميس النوخاء العظمي الغدد السعتري فهذا المويل الأوسيز هو لليو دفورماتيون تلك السلول صنغين مكان تشكيل جميع الخلايا الدموية بما فيها الكوريات البيضاء اللي هم الخلايا المناعية أيضا هذا المكان المويل الأوسيز نطج للمفاوية B سيكون إذا مما اللي مفاوية الخلايا التي كانت في هذا الحال هنا لدينا اللي مفاوية 6 يشكلون في المويل الأوسيز و يمشون الليوتيميس لأنه ينطجون لأنه يماتيغ ومن بعد ما يشكلون يشكلون هذا الزوغان اللي مفاوية اللي مفاوية اللي مفاوية و الطيحال هذا هو كثير زوغان لذلك لذلك لدينا بعض الخلايا المناعية اللي يدخلون في المناعة لدينا مثل مفاصصة النوات اللي يدخلون في المناعة الطبيعية اللي مكروفاج بالعامية الكبيرة اللي يدخل أيضا في المناعة المكتسبة و ستصوى سلولاغوبية إموغال اللوحة اللوحة بالنسبة لنسبة لأنه مفاوية اللوحة 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 المناعة اللوحة اللوحة سنتجنا أيضا في الدرس أنه سمع بزيان معي هناك تعاون خلاوي ما بين لنفاوية T و لنفاوية B وما في الامتحان لا يمكنك كتبه LBLT لنفاوية B و لنفاوية T هناك تعاون خلاوي ما بين لنفاوية B و لنفاوية T و الماكروفاج البلعاميات الكبيرة ماذا يعاون في هذا الشيء كامل هما لنفاوية الدكات المساعدة هما تسمى TH المسلك الخلطي والمسلك الخلاوي يعملون في نفس اللحظة لكي يحاولون أن يقضي على الانتيجن سوف يكون المساعدة المساعدة الخلاوية المناعة الخلاوية يعملون في نفس الوقت لكي يحاولون أن يقضي على الانتيجن نتحدث نكمل هذه المساعدة فعندما نحن ملخص آخر مناعية تدعيم الجهاز المناعي قسمناه le 2 آمن ضدك المساعدة والإعلادي المساعدة قال déc replaced Ayentزيppon لإنقاء 這個是 سؤال quatro على هذه هي لي造جارية عن طريقية التي تشترك لإنحي larثası سنحر إلى الأخاذ ثم م�точно ل sketch ان Settings نقاط availability التحليل الأمر composers التحليل ومثال يوجد ميكروبات مضاعفة يعمل بالمبادئ المموار المنائية المناعية تكونوا تعرفين عنهم طرق العلاج نرى السيغوثيرابي استمسال الذي يحضر الشخص المصاب بالسيروم الذي يكون لديه الانتكور جاهز لتعالج المرض يعمل أيضا الانتبيوتك المواد الكيميائية يجب أن يخرجونها من الشampignons مثل الميتسيليوم الميتسيليوم يكونوا المناطقة فقط ضع البكتيري فقط ضع البكتيري وهناك الأسلفاميض لديه المسابس الذي يحضر الانتوائي الذي يعمل من الكبرية ويحضر والميكروبات ويجب أن يكون ميكروبات على نسبة لأخير الدرس يعني اللي هي اللي باقي هما اللي بروبلم دو اللي مينيتي يعني مشاكل متعلقة بالجهاز المناعي عندنا الاليغجي دوك شاو التعريف ديال الاليغجي واحد الغيبونس امينيتي اكسيسيف ولا اكساجيغي استجابة مناعية مفريطة تيجاها واحد العنصر غريب هاد العنصر غريب كنسميوه الاليغجي ايبو تاتخ انا ليمو ميديكامو ايسي تغادو كي بزاف الانواع ديال ليزال الاليغجي باش شخص يعني يعرف واش مراد بواحد الواحد المسبب يعني ديال حساسية واش كي يعاني مواحد الاليغجي كنديرو لما يسميب لتست كتاني اختبار ديال الجلد لي كي ديال تكتي هاد الاليغجي هادا باش يحاول مباد ياخد ما يسميب لزانسي هستامين كم غميد دوك مضادات الهستامين كعلاج الاليغجي الاستجابة الاليغجية الاليغجي بخميار كونتاكت بادو سمطوم ما كينش اعرض كيدخل هاداك الاليغجين هاداك كي اكتفي للمفوسيت بي كي تحولو بلازموسيت كيفرزو لزانتكور دوتيب اي جي او كيتفكسو لواحد الخاليه واحد القريه تبيضاء كيتمو المستوسيت دوك المستوسيت همو واحد نوع ديال ليلوكوسيت يعني ديال ليغلوبي البلون هاد شي اللي كي وقع فلو كونتاكت اللوال ابل يعني من لدوزيام كونتاكت فاما فوق يعني دوزيام كونتاكت تروازيام كونتاكت اي تسيطر شاكي وقع من اللي كيدخول هاداك اللي كي تسبب له الحساسية كيتفكسو لذوك اللي اي جي او دوك المضادات الالسام اللي رهم اصلا مفيكسين على المستوسيت شاكي وقع هاد اللي زاليغجين اللي كيتفكسو في هاد اي جي او كي يخليو ان هاد المستوسيت يليبيرو يعني يفرزو لهيستامين الهيستامين هو واحد المادة اللي كتسبب الاعراض ديال الالرجي ديال الالرجية بحال لكزيمال وديم سايلين ديال انف لغينيت ولا لغتوكير اللي هو الطفح الجلدي انباس دوك انباس بالنسبة للسيدا السيدا هو واحد المرض اللي كي تسبب واحد فيروس كي تسمى VH الاطاك للانفوسيس T4 صافي الافوليسيون ديال السيدا كتدوز مع اربع ديال او ثلاثة ديال المراحل مرحلة دياله بخيمة انفكسيون مرحلة اسمطوماتيك بدون اعراض ولا كتسمى الانكيباسيون ومرحلة ديال السيدا ديكلاري هنا اخذكم متعفوشة كي يوقع فكل فازة بالنسبة بالنسبة للآسي كتعني انتيكور صافي دوك عندكم هنا شاك نخصد بسيرو بوزيتيف الشخص مني كي يكون حامل الفيروس ديال السيدا كي ما كيبانوش في الاعراض وانما مني كي در التست كيبانو لزيانتيكور في الدم دياله في السيروم دياله كي نقول انه سيرو بوزيتيف ايجابي والمصل الو من بعد يعني ما كيتطور دك السيدا في الاخير كيف قد الشخص المناع المكتسبة ستاديغ كيف قد ديكات ديكات يليكات اكتيفي تيسي وكات اكتيفي لزيانتيكور هنا كيف قد المناع المكتسبة كيبانو دي مالادي اوبورتينيست المراد انتهازية بالنسبة للطرق الانتيخل ديال المراد ينتقل عبر الجنس وعبر الدم الى اخرى احنا شفنا شي بالتفصيل في الدرس حاولوا تشوف والله دلكم الدرس بالتفصيل وهنا الطرق ديال اللي يقاية منه لستيريليزاتيون دماتيريال ترنشان تعقيم الاداوات الحادة إتليزاتيون دبروب استعمال الواقع الدكالي تم مالا في ديالتي كونجيغال اخلاص للزوجة لديكم هنا المالادي سكسيالما ترنسميسيب الامارات المنقولة الجنسية تسمى IST انفكسيالما ترنسميسيب هنا لديكم مسببات لهاد الامارات اش كتعني اوم اف كتعني فام دوك هما الاعراض اللي كتسبب هاد هاد الجيغم هادو يعني هاد الميكروب وهادو هما المضاعفات اللي ممكن يعاني منهم الشخص قرام زيانة الشي دوك هما الامارات هنا مسببات ديال الامارات هادو اللي بالكحل هما الاعراض وهادو اللي بالحمر هما اللي كمبليكاسيون اللي هما المضاعفات هادو شي احنا شرحناها بتفصيل فالدرس عاو تاني دوك بالنسبة للوقاية ذالهاد الامارات المنقولة جنسيا اللي جيان دولة باريجيني طال وقاية والنظافة ديال الجيهة السنسولي استعمال الوقي الدكالي ثم الفيديلتي كونجيغال كيما قلنا دائما دوك هنا عندكم جدول ملخص كامل ديل ديل تحاقون ديل الدم دوك عقلو مزيان ما المفكه كيستقبل منهم كاملين واو كيستقبل فاو كيستقبل منهم كاملين وكيعتغل نفسه دوك اسمي بالنسبة لهادو موام بلس وشاكت يعني موام بلس هو ريزيوس هو آر أش دوك إلا كان بلس يعني برزانز دو آر أش كان ناقص يعني ما كإنش آر أش تسمح الشخص يستفع السجر كنتم لكن مؤسسا وانا أو تأتيهم كاملين كي أعطي الأقدم كي أعطي الأابي كي أعطي البابي ستدبع لهذا أو هادا وشي راح وشي راح بوزيتيف ولا نيغتيف هاد ناخدو الحالي الأولى أو موى ضوك قلنا أن موى كي أعطي كي أعطي الموى ها ينشوف معنا يا ضوك أو موى كي أعطي الموى كي أعطي البلس ضوك غير الإشارة شوف معي هذا الجدول هادا راح ملخص كل شي يعني الامكانيات في كان نقطع بالحمر يعني إمكانية إعطاء الدم هم الفصائل الدموي اللي عندنا بربعة A B A B O كتسمى System A B O هدو ما ليزاقلوتينوجين كان A كان B كان A B وهذا الانتيكور اللي كان في البلازمة دي للشخص كان نسمى الانتيكور اللي كان في البلازمة دي للشخص بنسبة للفاصيلة A عندها انتي B الفاصيلة B عندها انتي A الفاصيلة A B ما عندها احتشي انتيكور بينما الفاصيلة O عندها انتي A و انتي B باش نحضر الفاصيلة الدموية كنديرو هدو لازونتي A و انتي B مع الدم دي للشخص في هذه الحالة كنشوفو فوقش الحالة اللي ممكن يوقع فيها أغلوتيناسون اذا نعطاكم واحد المثال باش شفهمه مزيان بنسبة مشين لواحد شخص خدينا الدم دياله درنا له أنتي A ولا فلوه درنا له أنتي و درنا له أنتي A B درنا له أنتي A B درنا له أنتي A B يعني الدم دياله الجبع ووقع له أغلوتيناسون كنشنتر أن هات الشخص هده عنده يا A و يا B مزيان درنا له أنتي B لاحظنا أن الكورية الحامرة دياله ما تجمعوش ما وقع لهش A غلوتيناسون يعني هات الشخص هده وش عنده وطماتيك مو ما عندهش B وش عنده 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 A باش نتأكد من الذي ندير له أنتي A دم دياله غدي يتجمع دوك بالفعل عنده فاصيلة A وكذا باش نشور الله دياله لكم هذا يغي باش نحدد باش نحدد الفاصيلة الدموية أما الشخص في الطبيعة يعني في الواقع في الطبيعة هات الشخص اللي عنده الفاصيلة A فاره في الدم دياله عنده أنتي B صافي دوك الحالة اللي ممكن نوقع فيها إعطاء ديال الدم هي الحالة اللي ما كيوقعش فيها لاغلوتيناسون دوك أنك داغلوتيناسون ستا دير إنيو ديزيماتي ديزيماتي بارل الغلوتيناسين في الحالة اللي كي تجمع فيها الكورية الحمراء بواسطة هات الزوتي كورادو لاتخونسفيزيون إي امبوسيبل دوك الإمكانية ديالتحقون الدم غير ممكنة ومها وغا الفيشي قروهم زيانو بتوفيق إن شاء الله